ما فيه ما فيه ما فيه وسيطر جبت الخبر بتاع الجيش دايما بتطمنونا وترفعوا لينا معنوياتنا وجيشكم في مدرمان يا أخوي ما جبت لك من جيش ولا صفحة فالجامعات ده نفتحهم يوم الجوع ان شاء الله الجامعات اللي بتفتحها انتحانات والجامعات اللي بتغير في المقرات حق قتر احنا ما عندنا مشكلة في انه جامعة تفتح مقرها ايه رأيك في العرب اذا طرف هذا الامر يا تعارض مع ولياء الامور يا زول خليه ده عارض عندنا نشرت واحد إيه جامعة دار تفتح جامعة تفتح لينا في المقر بتاع السجل فيه الزور ما عارض نجيد بس دارين تفتح جامعة الخرطوم تفتحها في جامعة الخرطوم ما تفتح ليه في بورسودان أنا ما ساكن بورسودان حاضر أنا اتفقت معاك وديتك تسجيل الولاد وسجلت ليه وسجلت للبيد في جامعة قاعدة في بحري اسمع جامعة بحري ما تفتح ليه المقر بتاعه في القدارش تقول ليه ألزمك و لو ما قريت ما حدك شهادة أنا الكلام ده ما حينفعه معي حنجل التفصيل والقوانين اللي بتتكلم عن استحقاق الطالب للشهادة في حالة الكوارث مش في اسطورة اسمها كده اسطورة نجاح الطالب في حالة الكوارث اكتب عندك في وكيبيديا الاسطورة دي اتشرعت منها 54 غانون ملزم للجامعة في حالة الحارب أنا ما لهمها للحارب قامت قديني شهادتي هذا عشان أدك شهادتك لازم تدفع ليه 2000 دولار وتدفع ليه 3000 دولار إخلاق شنو لا لا ما في كلام زي ده لأنه لاجين الناس مساكين ولأنه لاجين إعلامنا إعلامنا ما لاجي مساحة ومنصات للمتخصصين كان حسي مدرعة جامعة ديال شافوا بل لما نآمنوا ديالي تبلغوا بالدعم السري تفتح ليه جامعة بتاع البحري تفتح ليه في القطارف مرفوض مرفوض أنا أقبل بشروط الجامعة قال ليه يا أخي لو ما كملت السمستر ديالي ما مندك شهادتك حاضر أنا هسي ده رقرة هسي ده رقرة أفتح الجامعة في بحري غير كده ما عندنا معك كلام جامعة القطارف تتفتح في القطارف جامعة مدني تتفتح في مدني فتحنا والله نجلنا وبشرة صار إلى طلابنا مقررنا الجديد في برصد أي جامعة أنا حاجيها يوم الجمعة بل اسم بل إصطاف حقها بل إدارة حقتها أنتو ديالك تشيلوا قروش تقتلوا الناس وتخاطروا بنا ما كفايل تجربة لعشتوها في مدني دي ما كفايل تجربة لعشتوها في مدني مرقتوا الطلاب والبصات وقعتوا في داخليات وألزمتوا بالدولار وجات مدني تحاصرت مرقتوا أنتو الطاغمة بتاع التدريس خليتوا بناتكم قاعدين في الداخليات مقفولين كم وعشرين يوم ما في ذول قاعد رسالهم لأن التجربة دي مافو ودال كلهم قحاتا جزم عاملين فيها بهمهم مستقبل السودان تهمك مستقبل السودان ومستقبل الطالب بدل تخفض للرسوم تزيد له شوف التناقض والتضارب في المجرمين القتلة دي انتو قتلة لكن برضو الاستنفار نجح ولله الحمد والمين والمقاومة الشعبية نجحت وما فضيت الشارع ولا فضيت البيوت الولد المشى الجامعة واخته سدث الفرق عندنا مستنفرة والأب والساق ولده واللبيت ومشى بيون الجامعة يقاعدهم مرته زاته بقت مستنفرة وشغال في المجهود الحربي العربي ده ما نجيد عسى أن تكرهوا شيئا كله انتصارات لكن انتو كنت باستمع في غنات طيبة لتحليل من حسن اسماعيل قام قال مصطلح كيدا وزول ده بتاع جدعات حسن اسماعيل ده ما ملك ملك الجدعات قال قال ديل حيسقطوا وحيتسجلوا في قائمة عدم الاحترام كلم عن السياسيين والناس الخانوا في معركة الكرامة قال ممكن يكونوا حيين قاعدين معانا لكن حيسجلوا في خانة عدم الاحترام أذكر أي اسم أذكر حمدوك الله يلعن أبو حمدوك لأبو اليوم تجابه لحد ما حمدوك يموت ولحد ما إحنا مموت ولحد ما يقفلوا الكوكب ده إذا ذكر حمدوك حنستلف أسماءكم من قائمة عدم الاحترام المقدمة مقسم مقسم في خانة بتاعة لعيبة في خانة بتاعة أبطال في خانة بتاعة قرابة في خانة بتاعة ناس غيروا في حياتك وسلوكك في خانة اسماع عدم الاحترام اسمك السجل فيها الناس الحسع دي الناس الأجبر والطلاب وزلوهم الكلام ده هم الطلاب بيقولوه في قروباتهم وبيبكوا الواحد ما عنده رسوم الواحد ما بتخلف من دفعته أنا قاعد أشوف الكلام ده وبترسله حاجة أقرب التفصيل حاجة راوب التفصيل أسماءكم دي حتذكر وتتكتب في خانة ده عدم الاحترام تذكر مدير الجامعة الفلانية الأجبر طلاب يمشي روان ده ده أنت حنسب لكم نسب لجابك ذاته أنت ما بتعلم ما ممكن حتى السنة الفاتت كنت بيشيل من الطالب 1800 الليلة مع الظروف دي وانت شايف أبوه ما شغال وأمه ما شغال وأخوانه وأخواله وأعمامه ما شغالين ولو في قروشة 1800 وال2000 دولار تتوزع على الناس عشان تاكل وتدعالك أنت بتقول لي والله ما تدفعها أنا بلغي لك الفات ما بتلغيه والله لو جاء جنك ذاته والموضوع ده أنا حثيره بالغانون بالمناسبة الناس اللي اتحرموا من القراية والناس اللي اتحرموا من المتابعة هتتخرجوا كلكم ورأسكم مرفوع والسيادة الجامعات ده الحيداسوا بالجزم واللي انتظروا واللي انتظروا سلام عليكم كيف أخباركم إن شاء الله طيبين قلوب ده كله مدخل إحنا دا عادينا نفكر كده ومنسمع في روتوش كلام أنا أول بلغو الأخواننا في حاجات طاطش مايهارد في حاجات كده أنا قاعد أحب الكباش ده زول دا قاعد أحب الكباش ومسألة حب الكباش ده هي صناعة أمل إنه إحنا دايما بنجي نقول قادتنا شيوخنا لعيبتنا سياسيننا كلهم في مرحلة ما بيبقوا ضدنا أو بيختفوا من المشهد أو يا صرفوا إحنا والله خايفينك بعدين تطلع علينا زي الأصم دي العقلية حقا الشعب السوداني واللي هو أنا كل الفترة الفاتت بحاول أغير فيها يعني لما نقول فلان غلط يقعد يصلح غلطه المسألة ما في فلان مدعلقة بفلان مدعلقة بالتفكير ذات ومدعلقة بالثيقة مدعلقة بأنه أنا أغلط أعمل صح الله عز وجل بيغفر للعبد وبوريك دا الإله عز وجل فما بالك إحنا البشر يا أخي إحنا ما كتار في الكوكر دا إحنا كلنا 43 مليون بل زيادة بل شنو ما عارف بل ما محسوبين بل سارق نمرة بل عامل ضارب ورق بتاع عاملين 50 مليون 50 مليون إحنا ما كتار إحنا لكن مميزين إحنا ليه نفقد الناس البرهان دا أخطأ وأخطأ وأخطأ ووصلنا الخطأ إحنا نتكلم معه كشعبي بيرجال ووضوح السيد والبرهان يا أخي تغلطت أقعد صلح غلطك دا أنا ما داركت للبرهان ولا دار غيل للبرهان ولا دار قلب للبرهان يا أخي قعد البرهان يصليح غلطه ندي فرصة الزولة الممكن ياخد فرصة بيعمل الحاجة مكربة وبيعملها مجودة وبراجع غلطه هو يعرف إنه غلطه واحترف بيه خلاص دا أنا بالنسبة ليه بيعمل ليه الصح عشان كده ربنا في حالة الله بيقول ليك الزولة بيمشي في الطريقة الخاطئ ويجي وراجع بيغفر له داك وبيديه حسنات ليه الإسلام دا حتى كان دين الناس العادة عمرو بن العاص عمرو بن العاص دا مش من أدهى أدهياء العرب لا 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 النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال إنه ربنا يعز الإسلام بواحد من العمرين دا عمرو بن العاص دا كان مسبت الإسلام في مكة كده وخاتيهم في حتة صح من دهاء ومكر وصل لحد ملك الحبشة كملك النجاج وصلوا عمرو بن العاص في النهاية المعارك الفتوحات التعاون الدولي قادوا منه مصر أفريغيا قاد الحاجة عمرو بن العاص الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرو بن العاص قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص في فترة وجيزة غير المعادلة كلها في أحد خالد بن الوليد كتل كتل خالد بن الوليد بيده كتل سبعين في المية من الصحابة سبعين في المية من الصحابة لحد ما أسلم خالد بن الوليد كتلهم بيده خلي معركة بيده بيده الله عز وجل سماه أسد سيف الله المسلول معرفة نجد فالزولة اللي بيكون في الاتجاه التاني بيجينا تايب وهو تايب من نفسه وصلح غلطه وإحنا معاه أنا الكباشي بشوف عنده أخطاء كثيرة ده ما وكد حسابه والأخطاء اللي ارتكب البروهان والكباشي مقارنة بالكارسة اللي إحنا فيها ولا تسوح حاجة ولا اللي الذي أنا بقدر أجيب لي فريق أول في القوات المسلحة أخطه محل كباشي من الخبرة من التاريخ العسكري من الكباشي أول دفعته بالمناسبة يعني هو عمل ميداني ما أخده لأنه كان أول دفعته قانون الكلية الحربية بيقول الزولة والدفعته بيشتغل معيد توري الناس العلم اللي عندك قرج أجيال لا يمكن تنكر المسألة دي عنده عنده مقدرة في الاستراتيجية والتكتيك وال يعني والطفاوض الضاع الحاجة دي ما بتنكره ليه ليه ما بتنكره لأنه تكونت حكومة أربع سنين الحكومة دي كان هدفها الأساسي تفرتق القوات المسلحة لم تستطع لأنه في ناس رجال وطنيين واكفين يتصدوا للأمر ما أجدوا ينفزوا المخطط ده حاولوا إسمعوا الحارب دي عشان يدمر القوات المسلحة بخلال ثلاثة يوم المفروضة القوات المسلحة تنهار ما أجدروا لأنه كانوا في ناس وطنيين دا الاختبار الحقيقي وإحنا ما شفنا اللبس كاكي دعم سريع ولا شفناهم طلعوا هربوا ولا شفناهم باعونة ولا شفناهم متخازلوا زي ما شفنا السياسيين وزي ما شفنا محمد إسمق وزي ما شفنا خالس سلك وزي ما شفنا مريم الصادق قاعد الله في بيتها بتقول يا أخي من حقهم أختها أخوها إحنا شفنا النازل فالبلد دي إحنا ما كتر وربنا سبحانه وتعالى قدانا نمازج إحنا المفروض نحافظ عليها ومش نديهم فرص ساي الفرصة هو يخليج لي نفسه بفرصة مأساءنا حقيقة المزألة بتاعتين كنت تفاوض أنا متفق معهم لازم أنت تلعب سياسي مع البر والحاجة دي ما جديد عليه ولا خالع عنه ولما نقالوا مشوا المنامة أنا ما عندي مشكلة لكن كان موضوعين والكباشي بعد ما حرق اللعب يحرقوا جدامنا وإحنا جاوزنا المسألة دي وقلنا ترتيبات وتقديرات عسكرية موقف الكباشي فيه نوع من الحساسية لأنه نحنا كلما نتكلم عن الكباشي بالخير بتصهر إعلامة الحرية أس الكلمة دي من كباشي ده كله مسجل ده كله حتمشي تلقوه في تويتر حتمشي تلقوه في في كلب هاوس حتمشي تلقوه في 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 تيك توك هالسع دي حيقول لك يا خلي انصرافي العنصري يطالب بإبعاد الكباشي رغم إنو أنا جيت هنا حلفت بالله قلت لو البلد دي دخلت فيه صندوق وانتخابات أول زرح حصوت له الكباشي كان لابس كاك ولا لابس ملكي ما عاربين أجيت ما عندهم كلام زي ده حساسية الموقف ده وأهميته بكنا بنت